تأخذ بخير ومن بركتها درها ونسلها وكثرة النسل وصوفها وطعامها حتى ربما تلد في العام ثلاث مرات وتحمل صاحبها على التوابع من مستجلبات البركة في الطعام والشراب أطعمة مباركة كزيت الزيتون قال الله عن شجره يوقد من شجرة مباركة زيتونة الشجر المباركة الزيتون كثيرة البركة زيتها يسرج به ويضيء وصافي وهو إدام وفاكهة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وقال كثير من المفسرين إن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان الذي أصاب قوم نوح والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وهذا طبعا له آثار في علاج الأمراض الخطيرة وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة مفيد للبشرة والشعر الحادي عشر من الأسقية المباركة ماء زمزم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم شفاء من المرض رواه مسلم أبو ذر عكف على زمزم ثلاثين يوم ما لطعام إلا ماء زمزم قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع يعني ضعف جوع ما فيه فزمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس واستشفى به الكبار والعلماء فأفادهم للغاية الثاني عشر من الأشرب المباركة لبن إذا أكل أحدكم قال عليه الصلاة والسلام طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لعن ما فيه خيرا منه قال وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن ولذلك هذا اللبن الذي ترضعه الأمهات أطفالهن فإن الطفل يضل عامين مقتصرا في غذائه على لبن أمه وينمو كأحسن النمو الثالث عشر التمر وهو طعام مبارك لأنه من هذه النخلة التي قال عليه الصلاة والسلام في شأنها إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ثم قال هي النخلة فهي مباركة في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها لا يسقط وركها ويؤكل ثمرها يستعمل فاكهة رطب وغذاء تمر ونقيع التمر يشرب حلوة وييبس من خشبها وورقها وأغصانها الجذوع والحطب والحصر والحبال والأواني والمؤمن يشبه بالنخلة من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه وعظم نفعه وشمول خيره ودوام الطاعات مثل النخلة هذه ما يسقط وركها فهو يواضب على الصلاة والصيام والقراءة والذكر بيت لا تمر فيه جياع أهله ولذلك هو فاكهة غذاء دواء شراب حلوى طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب الرابع عشر من أطعم المباركة الثريد وهو أن يسرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم وفي الحديث البركة في ثلاثة فذكر منها الثريد وقال إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ففي غذاء يكفي ما لا يكفي غيره من الطعام يكفي لعدد الخامس عشر طعام السحور تسحر فإن في السحور بركة كما روى البخاري ومسلم والسحور أكله بركة قال عليه الصلاة والسلام فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكة يصلون على المتسحرين وبركة السحور بركة دنيوية ودينية وفي مخالفة لأهل الكتاب واتباع للسنة يقوي على الصيام والعبادة ويدفع سوء الخلق ويتسبب بالذكر وإدراك صلاة الفجر السادس عشر من أسباب البركة التسمية التسمية باسم الله على الطعام والاجتماع عليه وعدم التفرق ولذلك لما قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه والاجتماع على الطعام يحصل به البركة والسابع عشر من أسباب البركة في الطعام الأكل من أطراف وعدم الأكل من الوسط من الجوانب لا من الأعلى والوسط كما جاء في الحديث البركة تنزل وسط الطعام طبعا ثم تنساح إلى الجوانب فاكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام عن القصعة كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها وإذا يؤكل من الأطراف حتى ينتهى إلى الوسط فيؤكل الوسط في الأخير الثامن عشر من أسباب البركة في الطعام ترك الطعام حتى تذهب شدة حرارته يعني الآن الطعام له دخان يخرج منه دخان يخرج منه بخار وفور فمن البركة أن ينتظر حتى يذهب الفور والحديث حبيث أسماء بن دعوكر رضي الله عنها كانت إذا ثردت طبعا المرق حار تضع فيه الخبز كانت إذا ثردت أو تسقي الخبز بماء اللحم المرق حتى تصنع الثريد كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة رواه أحمد والأطعمة شديدة الحرارة قد تحرق الفم أو الشفاه أو المريء التاسع عشر من أسباب البركة في الطعام لعق الأصابع لعق الأصابع بعد الأكل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يدو بالمنديل حتى يلعق أصابعه ولا يمسح يدو بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة لا يدري في أي طعامه البركة طبعا إذا لعقها بعد ذلك يمسح بالمنديل لا مانع العشرون من أسباب البركة في الطعام كيله عند البيع والشراء قال عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم رواه البخاري والغرض من كيله تقدير الإنسان ما يكفيه وأهله وكذلك صدقة الفطر إخراج الصدقات وأيضاً الكيل يعود على الموازنة والتعادل في الأمور وهذا ما جاء في الشرع ونحن نؤمن بالشرع من مستجلبات البركة أيضاً في المال والتكسب تحري الحلال قال من يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه وكذلك من مستجلبات البركة أخذه بسخاوة نفس قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه أما يأخذه بهلع وحرص هذا ما يبارك له فيه من مستجلبات البركة الصدقة والزكاة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من مستجلات البركة في التكسب البيع والشراء بصدق قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما نمي تفرقه فإن صدق وبين بورك له ما في بيعهما كذلك من مستجلبات البركة البكور اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر الغامضي كان تاجراً يبعث تجارة من أول النهار فأثره وكثر ماله أفتح الدكان بعد الفجر بعد الصلاة والأذكار وبعد ما تذكر ربك من مستجلبات البركة في الأرزاق صلة الرحم توسع كذلك الرضا بما كتب الله قال فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ومن مستجلبات الجماعة أن نكون دائماً مع بعض البركة في ثلاثة قال في الجماعة وهي قوة من مستجلبات البركة مما مجدد البركة صحبة كبار السن هؤلاء الذين شابت لحاهم في الإسلام هؤلاء الذين عبدوا الله السنين الطويلة قال البركة مع أكابركم أيضاً هذا الحديث الصحيح ومما يجب البركة رقم ثلاثين الدعاء وبارك لي فيما أعطيت وكذلك الاستخارة لأنه في الدعاء لعاء الاستخارة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وهذا من الدعاء وإذا خشيت العين أنك تصيب واحد تحسده ادعو بالبركة قول الله مبارك له والله مبارك عليه ومن البركة في النكاح تيسير صداق المرأة تيسير صداق المرأة والسلام بركة أيضاً نختم بها ثلاثاً وثلاثين سبباً للبركة وردت في الشريعة الإسلامية نسأل الله أن يبارك لنا فيما أتانا ويبارك لنا يبارك علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في العلم والعمل ونسأله أن يحسن خاتمتنا ويتوب علينا